أتكلم مع حضراتكم في موضوع بصراحة بقى دمه تقيل قوي دمه تقيل ليه؟ هو فيه ظهور مستمر للكابتن عصام عبدالفتاح كابتن عصام يعني بيبحث عن العودة للمشهد مرة أخرى كابتن عصام كان مسك رئيس لجنة الحكام قبل كده لازم يربط أي نقط بيوجهه باسم النادي الأهلي ليه؟ عشان يرجع للمشهد الثاني سلبيات بقى وإيجابيات لا احنا كابتن عصام مش نسين الفترة دي خالص مش نسين الفترة اللي حضراتكم تتماسك فيها رئيس لجنة الحكام بس انك تطلع كل يوم والتاني وتجيب سيرة الأهلي سواء بسلبيات أو إيجابيات لا ده بقى يعني فيه وقفة هنا ولازم نتكلم فيها كابتن عصام تكلم عن وقع حصلت في ماتش الأهلي وفاركو الأهلي وفاركو الوقع دي في السنة دي النادي الأهلي طبعا ما استفادش حاجة من المباراة بالعكس كان فيه جول ألغية لبيرسي تاو في الماتش ده وكان الجول عليه كلام كويس؟ والماتش بتطلع تعادل وقلغي الجول يعني ايه؟ يعني النادي الأهلي ما استفادش حاجة بالعكس ضع علي الجول كابتن عصام تكلم عن النادي الأهلي وعن الوقع بتاعة الماتش ده وكابتن عصام أمنية حياته أن يرجع تاني يكون رئيس لجنة الحكام طيب نفتكر كده لو رجعنا الورا شوية الأيام دي التحكيم شاف أيام ربنا ما يعيدها تاني ربنا ما يعيدها تاني وفيه كلام لحد دلوقتي احنا فاكرينه لحد دلوقتي احنا فاكرينه فاكرين سنة الاحتواء ما سنة الاحتواء دي كانت كده كانت في الوقت بتاع الكابتن عصام عبد الفتاح فاكرين التبطبة كانت في الوقت ده طب طلع بتقول كلام مرسل وخلاص طيب في دليل في دليل معك كابتن عصام إنما ترمي اتهامات واتهامات بالكد اتهامات بالكد قالك إيه؟ قالك إن مصر كلاتنبرج لما جيه هنا رئيس لجنة حكام حاول يغير خطوط التسلل في ماتش فاركو في هدف لغا محمود عشور اللي كان قاعد في غرفة الفار هدف للأهل بتاع برسيتاو في مرمى فاركو ده الماتش ده تلعب يوم 3 أغسطس 3 أغسطس طيب فيه إعلان طلع يوم 5 أغسطس قال إيه الإعلان؟ إن حيجيبه خبير جديد ليه؟ رئيسة لجنة تحكيم اسمه كلاتنبرج يوم كام؟ يوم 5 أغسطس يعني كلاتنبرج يوم 3 أغسطس يوم ماتش الأهلي وفاركو ما كانش متواجد وصل إمتى؟ وصل يوم 6 يعني بعد الماتش بـ 3 أيام بعد الماتش بـ 3 أيام يعني حضراتك طالع بتقول أي كلام مخلاص تخيلوا حضراتكو الماتش كان يوم 3 كلاتنبرج ما كانش موجود في المشهد خالص ما كانش موجود في الصورة يوم 6 وصل الراجل طيب نقول الكواليس لما قالوا للكابتن محمود عشور أنت لغيت الجول ليه؟ قال لهم والله أنا لأول وهلة كده توقعت أن الكرة جول أهي الكرة معانا هي الكرة معانا بالضبط أهي الصورة قدام حضراتكم والصورة لا تجذب كويس؟ ده انفراد من مكسوني البرسي تاو وبرسي تاو حطها جول الجول ده تم إلغاءه للنادي الأهلي تم إلغاءه للنادي الأهلي كابتن عصامة فتاح قال لك إيه؟ قال لك أن ميستر كلاتنبرج في الوقت ده عدل الخطوط عشان يثبت خطأ محمود عشور وعدل الخطوط عشان يبين أن النادي الأهلي كان حقق الجول ده ميستر كلاتنبرج ما كانش موجود أصلا في الصورة بصوا بقى حضراتكم الخطة هو الخطوط قدامنا هي بصوا بيرسي تاو فين وبصوا لعيف فاركو فين وحضراتكم حكوموا حضراتكم تحكموا ولا كلاتنبرج اللي ما كانش متواجد أصلا ولا الكابتن عصامة فتاح الكابتن محمود عشور لما شاف اللعبة قال أنا تخيلتها هدف في أول مرة ولكن بعد كده لما راجعت الخطوط لقيت إنها تسلل شايفين حضراتكم بالزبط ها قدامنا هي حتى لو اتعمل الخط هتلاقي إن لعب فاركو سابق بيرسي تاو لو اتعمل الخط كويس قوي لما جيه ميستر كلاتنبرج بقى يوم ستة لما جيه ميستر كلاتنبرج يوم ستة هو برا الموضوع دو برا الموضوع بيسألوه بس طب في وقع إيه رأيك قالهم والله يعني شايف إن انتو عندكو بالبلد بقى التقنية بعافية شوي التقنية عندكو مش كاملة التقنية بعافية شوي نقصها حاجات كتير نقصها حاجات كتير كويس اهي هنا بقى الوضع باين اكتر الوضع بين اكتر بالخطوط بالخطوط اهي قدامنا اهي يمكن لو جبناها كمان يعني الخط يخش جوه كمان على جول طلاعي جول فاركو هتلاقي إن لعيب فاركو سابق حاجة بسيطة برسيتاو فحتى لو كان على نفس الخط مش تسال المهم إيه اللي جاب السيرة دي دلوقتي والنادي الاهلي أصلا ما استفدش من موقف ده ده بالعكس النادي الاهلي اتضرر في الماتش ده من إلغاء هدف برسيتاو لأن الماتش تلقع تعادل فإيه الواقعة للكابتن عصام عبد الفتاح دي بيحكيها ده النادي الاهلي اللي اتضرر منها كلاتنبرج ما كانش موجود أصلا ما كانش ركب الطيارة وجي من بلادهم وجيه هنا ولما اتخذ رأيه قال التقنية عنده لأ ضعيفة فيها حاجة غلط طب إيه الكلام بقى ده اللي بيقوله الكابتن عصام عبد الفتاح علشان بيقولك إيه إنه هو حاب يرضي النادي الاهلي يرضي النادي الاهلي على إيه هو جولة حسب ده جولة لغة ده النادي الاهلي هو اللي اتضر يعني حتى الواقع لما تيجي تتقال مثلا يبقى النادي الاهلي يستفاد من مواقف بالعكس ده بالعكس ده الراجل الماتش تلعب وهو في بلدهم يعني مش موجود يعني الواقع أصلا اللي الكابتن عصام عبد الفتاح بيحكيها مش حاضر أقول حاجة يعني هقول إيه كذب وقعة كاذبة ده راجل ما كانش موجود أصلا مش موجود والنادي الاهلي هو اللي تضرر من المشهد ده الهدف لم يحتسب فإيه اللي جاب السيرة دلوقتي إنك تتكلم في الموضوع ده والراجل أصلا ما كانش مسؤول ولما سئل قال والله التقنية عندكو يعني ضعيفة شوي طيب إيه علاقة ده بالنادي الاهلي إيه اللي جاب سيرة النادي الاهلي ده كان فيه يعني في السنتين دول كوارث وأزمات لا حصرة لها لا حصرة لها وكنا بنقول يا ريت المنظومة دي تتغير يا ريت الكلام اللي موجود ده يختفي تماما يا ريت كنا بنقول كده مع السنتين دول لو فاكرين حضراتكم الموسم الأهلي خسر فيه 17 بنت ومرة 14 بنت بسبب مستوى التحكيم بسبب أخطاء التحكيم بسبب توجهات في الفترة دي توجهات التحكيم فاكرين فاكرين الاحتواء فاكرين الكرة بتاعة ترامي ربيعة اللي لعبها على طول والفار اللي ما كانش ليه أصلاً تدخل اتدخل فاكرين فاكرين البروتوكول لما طلع كابتن عصام وقال لك دي روح البروتوكول روح البروتوكول إيه في إيه فاكرين باتش الأهلي نادي الأهلي والبنك الأهلي لما كابتن أمين عمر كان حكم ساحة ساعتها لا ده كان موجود في تقنية الفيديو أعتقد ورمي ربيعة بيلعب الكرة ضربة حرة للنادي الأهلي قبل الكرة ما تثبت على الأرض ده خطأ قانوني ماشي صح لجأ لتقنية الفار والفار مش من حقه يتدخل والفار مش من حقه يتدخل إنما اتدخل عشان نادي الأهلي والكابتن عصام عبد الفتاح طلع بعد كده طلع يدافع طلع يدافع عن خطأ الفار طلع يدافع عن تدخل الفار وقال لك ده صح لمجرد بس إنه النادي الأهلي وده ده كلام الكابتن عصام عبد الفتاح يندرك تحت روح البروتوكول أول مرة نسمحها في حياتنا روح البروتوكول مرة نسمع الاحتواء ومرة نسمع روح البروتوكول حاجات جديدة ومصطلحات جديدة دخلت في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح مش عارف جات من إيه مش عارف جات من إيه ده كله كان في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح فريق كسبان وممكن تتضاعف النتيجة لقينا الحكم بيقولك أصلاً أنا مرضيتش أدي قرارات ضد الفريق الخسران علشان الاحتواء نوع من أنواع الاحتواء ده فين الكلام ده ده لو بنلعب في المريخ مفيش الكلام ده ده كان في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح كابتن عصام عبد الفتاح عايز يرجع للمشهد تاني بالكلام ده والكلام اللي هو قاله على مباراة النادي الأهلي اتضر فيها ده بالعكس النادي الأهلي ما استفادش فإنت لما تيجي تتكلم عن وقعة قولي عن وقعة بسبب خطأ تحكيمي استفاد فيه النادي الأهلي ده اللي قدر ناشك وتناشني فيه إنما جيب لي ماتش النادي الأهلي اتظلم فيه وتقول لي رئيس لجنة الحكام اللي ما كانش متعوجد أصلا هنا وجي بعد كده كلتنبرج عدل الخطوط عشان خطر النادي الأهلي هو النادي الأهلي استفاد حاجة من ماتش ده النادي الأهلي خسر نقطة ايه هو كابتن عصام عبد الفتاح عايز يرجع للمشهد تاني نتمنى نتمنى التوفيق ليه حكامنا الفترة اللي جاية ونتمنى إن فيه ناس معينة تبعد عن المشهد ده اللي احنا عنينا سنتين كاملين لو تفتكروا حضراتكم بغطاء تحكيمي آه كان فيه بعض المباريات احنا ما كناش نسأل إن احنا نكسر معاكم ولكن لما يبقى فيه سنة 14 نقطة رايحة مننا بسبب أخطاء تحكمية وسنة 17 نقطة بسبب أخطاء تحكمية لا يبقى الكلام ده النادي الأهلي هو المتضرر والمستفيد ناس تانية أو نادي تاني ده الكلام ده كان في عهد الكابتان عصام عبد الفتاح عشان بس نتذكر ما ننساش نتذكر من سنتين إيه اللي كان بيحصل